موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصم رجل رجلا آخر وأغلظ عليه في الخصومة وفجر في الخصومة فأرسل إليه ذاك الرجل رسالة صغيرة شفهية مع شخص آخر ولكن يبدو أن الشخص الأول الظالم فيه بذرة من خير عظيمة وفيه إيمان حركه الرجل الثاني تحريكا شديدا فجاء واعتذر أرسل له رسالة قصيرة يقول له فيها لأضربنك بسهام الليل التي لا تخطئ الظالمين فلما سمع ذاك الرجل هذه الكلمة صعق وجاء يسعى على عينيه يمشي على عينيه يقول له أرجوك أن تبرئني وما تريده مني فهو لك يا إخوتي كثيرا ما يمر معنا في الحياة أننا إذا ظلمنا مباشرة التجأنا إلى قوانا إلى عزمنا إلى معارفنا إلى وساطاتنا أين اللجوء إلى الله تبارك وتعالى لو سألت أنا الآن الإخوة السوريين منذ متى لم تقنت في صلوات الخمسة تدعو الله تعالى أن يزيل عنك الغمة لو سألت الإخوة العراقيين منذ متى آخر مرة تصدقت بها لإخوانك المحاصرين في الموصل لو سألت إخوتي وكل بلاد المسلمين في كل شبر من ثرانا لوعة في كل ركن من مداه مجزرة وما أكثر جراحنا ولكن أين الالتجاء إلى الله تعالى أصبحنا الآن يمر على شريط الأخبار أو على رساة الواتس أب أو في قناة التليغرام خمس كلمات عشر كلمات فيها مجزرة لستة عشر شخصا فنمر عليها ستة عشر شخص في المكان فلاني عشرة أشخاص في المكان فلاني عشرة أشخاص في المكان فلاني وإين اللجوء إلى الله هناك أمور كثيرة يجب أن تفعل منها الحركة منها العمل منها ماذا أستطيع أن أقدم منها كثير لكن عندي الآن ملف اليوم فقط موضوع اللجوء إلى الله تبارك وتعالى رجل ظلم رجلا آخر فهذا الرجل التجى إلى الأمير فالأمير قال أجبره إجبارا للمظلوم أن يخرس وأن الحق لذاك فالتجى الرجل إلى القضاء وإذ بالقضاء لم يستطع مخالفة الأمير فمشى في ركاب الأمير وفي ظلمه والعياذ بالله تعالى فكتب هذا الرجل الفقيه العارف بربه كلمات قليلة في شعر بقيت إلى يومنا هذا إذا جار الأمير وصاحباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء السؤال الآن أين تذهب من قاضي السماء أين تذهب من القاضي أيها الظالم إذا ما لجأ المظلوم إلى الله تبارك وتعالى ورفع شكواه بالشكل الصحيح إلى جبار السماوات والأرض فماذا تصنع تنكر المحكمة في الآخرة مشكلتها أن الشهود ليست شهودا خارجية أنه لا يوجد شاهد زور تستطيع أن تعطيه المال المشكلة في محكمة الآخرة أن القاضي تبارك وتعالى هو الخصم وهو الحكم تبارك وتعالى أن القاضي في هذا يعلم السر وأخفاه المشكلة أنها محكمة لا تقبل الكذب المشكلة عند المجرم ليس عندي أنا مؤمن بالله المشكلة عند المجرم الذي يظلم في محكمة الآخرة أنه إن خطر بباله أن يكذب أخرس الله الفم وقال لجوارحي انطقي فتقول اليد أنا للحرام سرقت وتقول الرجل أنا للحرام مشيت وتقول العين أنا للحرام أبصرت ويقول الأنف أنا بالحرام شممت ويقول الفم أنا للحرام أكلت وتقول المعدة وتقول وتنطق الجوارح فيقول لها الإنسان سحقا لك فعليك كنت أدافع عليك كنت أنافع من أجل لا تدخل النار ثم يكب في نار جهنم والأياذ بالله تعالى هذا إذا رفعت المظلم بشكل صحيح أما إذا كان المظلوم يلجأ لكل شيء إلا لرب العالمين إذن فالعذر منك أنت أين اللجوء إلى الله تعالى لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان الصحابة الكرام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والنبي عليه الصلاة والسلام مقدم إلى غزوة فجعل يناجي ربه ورفع يديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء عن كتفيه وهو يبكي ويدعو الله تعالى بالنصر والثبات ويقول الصديق رضي الله تعالى يا رسول الله هو عليك إن الله قد عدك إحدى الحسنيين ومع ذلك كان اللجوء إلى الله تبارك وتعالى باللغة المعاصرة الخط ساخن مع الله تبارك وتعالى لا يفتر لا يبرد لا تطوى صفحة الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وإنما الالتجاء إلى الله تعالى قبل كل شيء ولكن هذا لا يعني أن تطوي الأسباب التي تقربك من الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة